السلام عليكم. معكم خالد دوت وي دوت زاكت شانل لشرح انجلش لانجوج للمرحلة السنوية كلها وبالخص سنوية عامة. والدرسة ده عنش راح استخدام بريفير. انا عندنا بريفير يفضل بس طريقة كتبتها لها رولز. عندنا شكلين للروز. اما بريفير كلمة او كلمتين بلاس تو بلاس نكمل. او بريفير تو لزق فيها. هنجلل نعرف ازا بنستخدمها وطبعا دي من كلمات اللي عادة موجودة في جميع الامتحانات الدولية. ده يعني رول يعني هو دي قاعدة مكتوبة قدامك كده صح. هقول اي بريفير تي تو كوفي. يبقى اي بريفير لا اداة الربط في نص في نص الاختيار في نص التفضيل. شكل الكلمة قبل تو لازم يتكرر بعد تو. يبقى اي بريفير تي ده اسم. بلاس تو. يبقى بلاس اسم تاني. يبقى كافي اسم. يبقى بريفير بلاس ناون اسم. تو في النص لازم. وبعدين ناون تاني اسم. هل ممكن اجيب بقى اسم? وبعدين شكل تاني غير اسم لها ما ينفعش. يبقى دي شكل. طيب احنا عندنا الجرند. والجرند بيعامل ساعات كتيرة اكنه اسم. اللي هو الفايل بلاس اي ان جي الواحد وكده. ما غير تصريفة زمن. ممكن بنعتبره الجرند يعني شبه النون. هقول اي بريفير درينكينج تي. هجيب تو في النص لازم. يبقى لازم اجيب بلاس جرند. يبقى بريفير درينكينج تي. تو درينكينج كافي. بريفير دي سهلة. بس عشان بتتنسي. بيحاب الجواف امتحانات. هيبقى لها مدة ما جاتش. طبعا الحاجات بتتعادوا بتتكرر في حاجات كده نمطية. لازم تيجي. لازم بتكون منهج. خلاص كده بريفير تو بريفير ناون بلاس تو بلاس ناون او اي بريفير بلاس جرند بلاس تو بلاس جرند. طيب امتى بستخدم دي طبعا دي حتة كده يعني كانت موجودة في امتحانات سابقة. لما تقول الشكل ده يبقى انت بتقول رأيك بصفة عامة. يعني بتقول اي بريفير تيتو كافي ده مجرد رأيك. انت مش بتطلب. اي بريفير درينكين تيتو درينكين كافي ده برضو مجرد رأيك. انت ما طلبتش حاجة. رأيك كده خلاص. واضح? شوف اي قاعده. جملة الامتحانات الاكثر شورة بريفير. جات اي بريفير سويمينج تو فوتبول. طيب اللي مش واخد بالو من الرول هنا من القاعدة. اقول لك اه تماشيومك جارند قريبة النون. وتو موجودة. وبعدها فوتبول اسم نون وما له فهي غلط. هو اما اي ان جي بلاس تو بلاس اي ان جي او اسم بلاس تو بلاس اسم. يا بان اهلا ازاي دي. دي الحل. اي بريفير سويمنج اي ان جي. بلاس تو فوتبول لازم تهيب اي ان جي يبقى اعملي ازود كلمة بالاين جي فوتبول تاخد بلاينج يبقى اي بريفير سويمينج تو بلاينج فوتبول اي بريفير سويمينج تو بلاينج طبعا كل الحاجات اللي بالكورة تاخد بلاينج واضح يبقى انا فوتبول لوحدها ما تنفعش يبقى اجي بلاقي كلمة اللي بتشتغل معها سعطي اي ان جي بقى جران. يمكن اقول اي بريفير تو. دي معناها في مناسبة انت بتطلب. انت لو اروح توط في الكافي. قلت انا فضل اشرب كزا يعني انت بتطلب كزا. اقول اي اي سراتك dramatic. اي St. اي حدث انت بتطلب. هاهتطلب. يعني في ايقкон. اي اي سراتك اي اي الان. انا عايز اكملها. ايه كده مضبوطة او رأيك واضح. يعني مفهوم انت عايزة بتطلب. او في او لما تروح المرة الجاهية هتطلب. احاول اي سراتك. اقس 好ا. اي سراتك ر Härather مرة تانية. اي بريفير تو درينك تي راثر ذان. واقول بقى فعل اللي بعديه هقوله من غير تو. تو تقود على الاتنين. يبقى اي بريفير تو درينك تي راثر ذان درينك كافي. مرة تانية. قلت اي بريفير تو درينك تي. طب كملها بقى. عندي تو بعد بريفير على طول. ما عدتش تو. اجيب مكانها راثر ذان. يعني افضل عن. طبعا العربي طبعا ما بيجيبش نفس الكلمة بالانجليش. في حيان كتيرة. واجيب الفعل بقى مصدر. زي تو درينك دي مصدر. اجيب بقى فعل مصدر من غير تو. راثر ذان درينك كافي. يبقى لازم تكون الجملة موزونة. عشان كده دي جمل بالقانون بتكون موزونة. عشان كده بيسموها في المستوى الرفيع. يعني لازم يكون متوازعة مع بعض. اوكي? طبعا الاشكال دي. الحاجات دي اللي لها رول وهي الكلمة لها رول. يا ريت نزكرك كويس. نمرة مضمونة في الامتحان شكرا. بفكركم استفدتم. بليز اعملوا سبسكرايب. ولو عجبكم الشرح اعملوا لايك. لو لكم تعليق ابعتولي يقولي لو انت عايزين ايه بالزبط او ايه زايد او ناقص. وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله. thank you.